وضح الخبير القانوني طارق حرب أنه لا يوجد مانع دستوري من أن تتولى المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج الانتخابية حرب أشار إلى أن لا تلازم ولا ارتباط بين مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية وبين نظرها دعاوى الطعون المقدمة إليها مبينا أنه لا منع من عقد الفائزين جلسات البرلمان الجديد فيما تستمر المحكمة العليا في النظر بالطعون والدعاوى المقامة بشأن النتائج مضيفا أن المادة 52 من الدستور أجازة طعن في صحة عضوية النواب وليس الفائزين قبل حصولهم على صفة النواب